شاهدنا الكرام طبعا استكملت اليوم بقيت مباراة الجولة الثامنة عشر التي اختتمت منذ قليل بلقاء القمة بين الجارين ملودية الجزائر وشباب الوزداد وهي القمة التي انتهت كما بدأت بتعادل الفريقين نتيجة لم ترضي ربما أنصار فريق ملودية الجزائر الساعي لتحقيق فوز ثمين يؤكد به النتائج الإيجابية المحققة في حين فريق شباب الوزداد وبنظر للأزمة التي يعيشها أزمة النتائج تفادى على الأقل الهزمة في انتظار مواجهة ثانية ستكون الأسبوع المقبل لحساب الدورة من نهاية من كأس الجزائر لكرة القدم دائما بين الملودية والشباب فريق اتحاد الجزائر حقق الأهم معادة بفوز ثمين ثلاثة مقابل سفر من تهجنات أمام الدفاع المحلي وفريق اتحاد الحراش يعاني ضمن فرق المؤخرة مؤخرة الترتيب حيث هزم بميدانه أمام فريق أولمبي لمدية بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين طبعا الجولة كانت في صالح الرائد فريق شباب قسنطينا الذي كان فاز أمس خارج الديار ببلعباس على حساب الاتحاد المحلي بنتيجة هدفين لهدف واحد النصرية فرض عليها التعادل الهدف لهدف نادي بارادو كان فاز أمس على شبابة القباية 2-0 في الاتحاد البوليدة كان فاز على شبابة صارة بهدف مقابل سفر ويوم الخامسة الماضي اتحاد بسكراف فاز بنتيجة هدف مقابل سفر على فريق وفاق صيف